عندنا الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة بالأمس بمناسبة أن مصر الدولة ضيف الشرف في هذا المؤتمر الرئيس زي ما قال السفير بسامراضي شارك في عبر الفيديو كونفرنس في الجلسة الافتتاحية في الدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سان بوترسبورج الاقتصاد الدولي وتحت رعاية الرئيس بوتن وألقى كلمة الرئيس السيسي وقال يعني شكر الرئيس بوتن على الدعوة ويتكلم بشكل واضح جدا على العلاقات المصرية الروسية وقال أنه بيربطنا بروسيا علاقات تاريخية ممتدة عبر الزمن على مدار سنوات وعقود بيقول كمان أنه إنشاء المحطة النووية بالضبعة والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير شبكة السكر الحديد المصرية دي ملفات بتعكس تعاون حقيق على الأرض بين مصر وبين روسيا ثم بدأ الرئيس في شرح الظروف الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية وما قامت به مصر لمجابات كل هذه الأزمات وأكد سيارة الرئيس على دعوته للشركات المشاركة في المنتدى للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة أمام الاستصمار في مصر في كافة المجالات وكمان قبل ما ينهي كلماته السيد الرئيس وجهت تحية لأهالي مدينة سام بوترسبورج الباسلة المناضلة عبر التاريخ وكرر شكره لفخامة الرئيس بلاديمير بوتين على الدعوة الكريمة لمصر للمشاركة يبقى مؤتمر سام بوترسبورج مصر شاركت فيه بكلمة لسيد الرئيس وده بيعكس وبيمثل أن مصر ماشي بشكل متوازن مع الجميع والرئيس في كلمته دعا أيضا إلى تفعيل الحلول السياسية والديبلوماسية لنهو النزاعات اللي موجودة بين الدول في نفس التوقيت وفي نفس اليوم أمس باردور يبقى الرئيس ألقى كلمة وشارك مشاركة رسمية في مؤتمر سام بوترسبورج في روسيا لم يقاطع الرئيس ليه؟ عندنا علاقات مع روسيا وعندنا علاقات متوازنة مع الجميع ولسنا في أحلاف مع أحد ولسنا ضد أحد ولسنا مع أحد ضد أحد فالدولة المصرية والسياسة الخارجية المصرية التي إعادة هندستها الرئيس السيسي بتنحو نحو التوازن بين الجميع لتحقيق مصالح مصر فيه الأول والأخير الرئيس أيضا شارك في منتدى الاقتصادات الكبرى الذي بدعوة من الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي وألقى كلمة أيضا سيد الرئيس كما أفاد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حول الطاقة وتغير المناخ وهذا المنتدى قامت بتأسيس الولايات المتحدة سنة 2009 وألقى كلمة يعني بدأها بتحية الرئيس بايدن وشكره على هذه الدعوة التي وجهها إلى مصر للمشاركة في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ ومصر تتلم سيد الرئيس عن ما تقوم به مصر في مجال المناخ والطاقة البديلة وأيضا أكد على أن مصر جاهزة لاستقبال كوب 27 لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم يبقى بوتن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركة في قمة سان بيترزورج وبايدن دعا الرئيس السيسي للمشاركة في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى والمناخ شارك الرئيس في هذه القمة وألقى كلمة وشارك الرئيس في هذه القمة وألقى كلمة كان شكر الرئيس السيسي لبوتن لدعوته وشكر الرئيس بايدن لدعوته وفرض الرئيس في كلمته أمام الروس وأمام الأمريكان ان مصر عندها مشروعها الوطني اللي يقرأ الخطابين ويستمع الى الخطابين خطابين عبر الفيديو كونفرنس الخطاب الاول امام المجتمعين من رجال الاقتصاد وكبرى الشركات ورؤساء الدول بيكلم الروس بيقول لهم في علاقات بيننا قوية وفي مشروعات بيننا مشتركة واحنا نريد سرعة انهاء الازمات الموجودة بطرق دبلوماسية واحنا لن نحذف من التاريخ علاقتنا بيكم كروس وده كان رسالة واضحة انه المصار بين روسيا ومصر مصار العلاقات بيسير في كامل اسسه وتحقيق الاحترام المتبادل على الشق الاخر الرئيس الامريكي توجه الدعوة الرئيس السيسي لمشاركة وافق الرئيس القى كلمة فحوى الكلمة كانت انه مصر بتحقق طبقا لمشروعها الوطني انجازات على المستوى الطاقة والطاقة البديلة والمناخ واستقبالنا لضيوفنا في كوب 27 في نوفمبر القادم وتجهيزاتنا الحالية بتعكس هذا وايضا قال العلاقات المصر الامريكية التاريخية والاستراتيجية وكدولة مهمة في المنطقة احنا لسنا عملاء لاحد احنا حلفاء لمصالحنا احنا مع كل الدول بنتعامل على قدم المساواة لتحقيق مصالح الدولة المصرية لا لتحقيق مصالح هذه الدول ونفهم جيدا انه هناك مصالح مشتركة وتناقضات وتقطعات وتعقيدات هذه التعقيدات ليفهمها ويقوم بتفكيكها متخص القرار في مصر وصانع السياسة الخارجية في مصر اقف كثيرا وادعوكم للوقوف كثيرا بالتأمل والربط والتحليل لما جرى بالامس ما جرى بالامس ربما لم ينتبه اليه الكثيرون مصر بتشارك في قمتين في نفس التوقيت قمة روسية روسيا بتبحث فيها عن حلفائها واصدقائها وقمة امريكية بتبحث فيها امريكا عن حلفائها وعن اصدقائها مصر ضربت المثل في عدم الانحياس بين قسين في عدم الانبطاح بين قسين في عدم العمل لحساب الآخر بن قسين مصر امبارح ارثت قواعد لعدم الانحياز مش عدم الانحياز وفقط عدم الانحياز الزكي عدم الانحياز الفعال عدم الانحياز الذي يحقق مصلحة جميع الاطراف حتى في حدودها الدنيا دون ان يكون هناك تغول او دون ان يكون هناك تفريط او دون ان يكون هناك مزايدة الانحياز تغول